جمهور الاهلي مش لازم يكون كله اعضاء في النادي احنا قدام جمهور ملايين هي اين الفرق بين المشجع والعضوية؟ والحاجة العضوية انت عضو عامل في النادي انتو نادي العين هو نادي رياضي ثقافي الاهلي هو نادي رياضي ثقافي اجتماعي وهو اقدم نادي في مصر يعني من 1907 العضوية انك تستمتع بميزات النادي عندنا خمس فروع تستطيع ان تدخل هذه الفروع تستمتع بيها عندنا ملاعب تنس ملاعب بسباحة كل الالعاب ثم تنتخب من حقك ان تشارك في انتخاب النادي ومجلس الادارة يا راجل واسع داوي دي اخي ايوة شوف خليك مشجع لا عايز استمتع يا اخي عايز اروح تنس وسباحة لا هتسمع هيسمحولك يا عم انت عديت انت مش فاهم انت فيين دلوقتي انت لو روح تنس في الاهلي حيخضوك بالاحضان ويفتحه الببان ويدخل انا هرشح نفسي في دي الخطوة جاية اخد بالك مع مضي خطيني لا والله يسعيدني ويشرفني ان نكون معهم هلا هتحضر مباريات تانية الاهلي هنا هتحضر مباريات تانية الاهلي هنا هتحضر في ماتش انا حضرت الماتش اللي شوفته خمسة اثنين حضرته اه روح احبي افشة 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 اسمي على مزم ما عفيش ايه افشة خطير وبحبي امام عشور لاعيب جدا جدا وبالنسبة لعاد الجمال انت بتفهم فكورة فاين بالنسبة لعاد الجمال شخصيا بشوف امام عشور افضل لاعب في مصر حاليا مع احترامي للجميع اي بحب استايل اللعب بحب استايل اللعب مين تاني بتحب استايل اللعب حسن الشحات اه حسن الشحات شحاتك مقروحة فيه حبيبي ده والله امس عليك كابتن حسن الشحات وقولك الله على ايامك مع نادي العين ذكريات كاس العالم ايام جميلة وجمهور العناوي يمس عليك ونقولك نحبك والله يوفك وين ما كنت وانت على البال على البال جمهور العين اللي نحب لعب مستحيل ينساها أحبت مين من لعبة مصر تانين جاري الأهلي لعبة مصر بحب بحب كهربا بس كهربا لعب مشكلته ايه؟ من وجهة نظرك كمتابع مزاجي انا مزاجي نفسي انت مزاجي جدا كهربا مزاجي يعني ماتش بيكون فيه رونالدينيو وماتش مش موجود بيروح عند الحاكم والجمور لعيب جامد كها يعني كهربا بس لو يركز فيه نفسه هيوصل بعيد ايه لي بيخليه ما يركز عشان انت ما كنتش احيانا بتركز فها تقدر تحطيلي ايدك انا كعادل اللي كان يعني ما يخلينا يركز في كرة القدم السهر بيضيع اللاعب كنت بتسهل مع رفقاتي واصحابي اه والله السهر بيضيع اللاعب يعني نحن عندنا في الخليج بنحب نلعب ورقه ايه وفاهم علي فبتيجي التمرين وانت في مزاج مش كويس بس انا كعادل بحب في مصر قلت لك امام عشور بحسان الشحات ومحمد زيدان زيزو 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 هو لعب عندكو في الوصف اه زيزو يا مسي عليك يا حبيبي زيزو لعيب طبعا زيزو من احرف اللاعب اللي جيوم في تاريخ الكرة المصرية بس هو اصابته وهو كمان مستفدش من قدراته صح لعيب جدا جيل مصر اللي لعب ضد البرازيل دا 2008 2010 2006 جيل مايتعوضش وعمد متعب المهاجم المتعب والله متعب والله كان متعب عمد متعب الكرة عندكو طورت جدا في الامارات وخاصة العين العين عنده لعيب عالميين عدد كبير قوي من المحترفين وطموحكم انتو خدتو كأس اسيا يجب ان يكونوا الطموح اكبر وحنقابلكو تاني في كأس العالم للاندية ان شاء الله شوف نادي العين بقيادة سيدي سموه الشيخ هزاع بن زايد والشيخ سلطان بن حمدان وفي رجل سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي طبعا ابو هزاع يعني رجل بيفهم كرة قدم يعني اللعيب اللي جاوه سفيان رحيمي لابا فالدفيا هو اللي جاوه اميرسون اه عنده نظرة محمد بن ثعلوب اه عنده نظرة كرة القدم اسمه وبيعش اقنادي العين اي لاعب سوبر محمد بن ثعلوب له نظرة في اللعيب عن سفيان رحيمي شفت ازاي ايه يا سيدي محمد بن ثعلوب كان زمنه معاينة لا لا بس مرحش بعيد لا قاع عند أخوتكم عند أخوتكم ايه عند خوتكم فاشوف نادي العين اول نسخة لكاس آسيا 2003 نادي العين هو بطلها ايه انا عارف نسخة 2024 نادي العين هو بطلها نعم اخبرك معلومة بالمباراة ضد الفريق الياباني الياباني العين فاز على الهلال وفاز على النصر على النصر وانت تعرف القيمة السوقية طبعا واللاعبين ولا التحضيرات وانك تفوز على الهلال مش بالقيمة السوقية وإلا الأهل ما كانش غيره بالعين القيمة السوقية عندكم أعلى مننا بكتير بكتير بس أنا أصدي على أنه تحضيرات الفريق يعني أنت جايب لعيبة شامبيونز ليج وفاهم علي طبعا فالعين مع احترام الهلال أمسع عليهم وعلى جماهير النصر السعودي بالعكس أنا محب ومتيم في الكرة السعودية طبعا هي تطور تطور رعيب وأصبحت فرقها من الفرق المصنف وإن كان الأهل غلبها كلنا في نفس المص أخوات كلنا فالعين أخذ آسيا بيجي دارة واستحقاق بدارة الشيخ سلطان بن حمدان إيه اللي حصل للفريق خلى مستوى نزل نتائجه في الدوري ليست جيدة هل أجهد من البطولة والله أجهد والله العين لعب ثلاث ماتشات في آسيا كانت متعبة يا رجل النصر والهلال صحيح والفريق الياباني فاهم علي مش عذر أريد أن أقول لكم هذه واحدة من خلقاتي السعيدة اللي أبقى جاي وأنا مبسوط من مبارح ساعة معرفت أنه هيكون معايا هذا الوجه البشوش الذي يعكس البيئة التي عاش فيها ونشأ فيها سواء كان داخل نادي العين أو دولة الإمارات العربية الشقيقة التي تحتوي كل ابن من أبناء هذا العالم العربي لتحوله إلى جزء أصيل منها هذا الحب وهذه الحالة الباسمة من عاد الجمال الشاب الإماراتي الذي انتشرت مشكلة ناري في الهاشيم كالفرح في ميتم يعني حالة حزن يطلع منها هذا الفرح وتبقى يخلينا نفوق على أننا بنلعب كرة اللعبة نستطيع أن نبتسم والفايز يتنقل من مدرجات العين اللي جاي من الإمارات الشقيقة الحبيبة اللي هنا عشان يشجعها بمنتهى الحب والرقي مع جماهير الأهل لأن عجبوا الأداء وعجبوا الروح هل هذا يعني أن هو لا يحب العين ده العين في دمه ده كان ناعب في العين ده بتكلمه كلمتين قبل الهواء هذا دردش معاه ما بين الجملة والجملة الإمارات والشيخها الزعبين زايد واللي عملوا للنادي واللي عملوا فيه واللي عملوا فيه هذا الحب في النهاية بيعكس أنك أمام مشاعر حقية فأهلا بالإمارات ومن يأتي من الإمارات ومن يمثل الإمارات لأنه دائما يكون فخرا للإمارات أهلا وسهلا يا مرحب ومسهلا في بداية الأمر يسعدني ويشرفني أني أكون مع إعلامي مخضرم في مصر وفي الوطن العربي أه حلو في مصر وفي الوطن العربي والله أني مستانس أني أكون معك شرف لي والله نحن سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه يطول بعمره قال برى البلاد أنشر صورة طيبة عن الإمارات لأنك لو سويت الزين بيقول الإمارات يسوى الزين ونعم الرسول نعم فلذلك الفيديوهات سبحان الله انتشرت في كل مكان والله بالعفوية وبالحب فأنا يشرفني أني أكون أنت أول مرة يعني أنا بص أنت انفجرت أنت واضح أنك معروف في الخليج وعند بعض الناس عندك عدد كبير من المتابعين على صفحتك أنت مهتم بالسوشيال ميديا بعد ما بطلت كورة هل اللي حصل هنا بعد ما قلت الأهلي غير الدنيا والله يشوف أنا كنت بدعي ربنا أنه يفتحها معايا في السوشيال ميديا أي بس فتحها قوي 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 جامدة وسعت معايا أنت بتسأل ربنا ده أنا مسيط في كل مكان مقابلات وتلفزيونات وتصوير فباللهي ما حسبت حسابها جات بالعفوية وشوف شعب مصر رجالة وبتعرف الراجل أي إذا هو بيحور إذا هو بيتصنع طبعا طبعا فهم علي إحنا سدقناك أو اللهي بالحب يقات وفي الأخير ترى كرة قدم أنا عايزة أنشر رسالة للجميع التعصف في كرة القدم هذا لا بد أن يتوقف لأنه في ناس بتخسر أخوها وصحابها وحبيبها عشان تسعين دقيقة ترى أنا كنت لعب سابقا اللعيبة بعد البطش بيطلعوا مع بعض في عربية واحدة بيروحوا يتعشوا أي وأنت بتخسر صاحبك وبتسوي مشكلة معاه على كرة قدم ما هي تجمعنا ما تفرقناش يعني أنا آي نعم زعلت على خسارة العيل لأنه فريقي طبعا ده شيء طبيعي نعم بس تخسرها مش هتخليك يعني تكره الأهل الله بالذات زعيم أفريقي على أهل واللهي ما أطبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر